مجموعة بيرتس وروسيا والهند والصين تحت اسم بريك أولا ثم انضمت جنوب أفريقيا إلى المنظمة عام 2010 ليصبح اسمها بريكس وكانت روسيا هي التي شرعت في إنشائها ففي العشرين من سبتمبر 2006 تم عقد أول اجتماع وزاري للمجموعة بدعوة من الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة المجموعة ليست منظمة دولية متعددة الأطراف رسمية مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي أو منظمة البلدان المصدرة للبترول ويجتمع رؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء سنويا مع تولي كل دولة رئاسة المجموعة لمدة عام بالتنوب ويعيش في الدول الخمس نصف سكان العالم ويوازي الناتج الإجمالي المحلي للدول مجتمعة ناتج الولايات المتحدة 13.6 تريليون دولار ويبلغ مجموع احتياطي النقد الأجنبي لدول المنظمة 4 تريليون دولار تهدف مجموعة كريفس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء وتنسيق المواقف في القضايا العالمية والإقليمية وتعزيز التنمية المستدامة وتشكل المجموعة ما يقرب من 4% من سكان العالم و25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتعتبر قوة اقتصادية صاعدة ولاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي وتسعى إلى إصلاح النظام المالي العالمي وتعزيز دورها في صنع القرار العالمي وتقرر خلال قمة كريفس بالبرازيل في 15 إلى 16 يوليو 2014 إنشاء بنك للتنمية وتبني معاهدة لوضع احتياطي طارئ للمجموعة التي باتت تمتلك ما مجموعة 200 مليار دولار وأوضح الخبير الاقتصادي دال دانيال بأن البرازيل هي عمليا مجموعة 5 دول ناشئة بدأت 4 قبل انضمام جنوب أفريقيا هدفها بطريقة غير مباشرة منافسة مجموعة 7 التي تمثل 60% من الثروة العالمية فيما تمثل دول كريفس 40% من مساحة العالم حيث أنها تضم أكبر خمس دول في العالم من حيث المساحة وقد أخذت البريفس اهتماما أكبر من السابق بعد الحرب الأوكرانية والتشتت الحاصل في النظام العالمي والاتجاه نحو تكتلات جيو سياسية وجيو اقتصادية أو بيو استراتيجية من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدولي دال ممدوح سلامة إن مجموعة بريكس هي تسمية ملخصة لخمس دول هي الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا هدفها أولا وآخرا التعاون فيما بينها ودعم السلام والأمن والتنمية الاقتصادية في العالم خصوصاً أم بينها الصين التي هي أكبر اقتصاد في العالم والهند وهي ثالث اقتصاد في العالم ثم روسيا التي هي أكبر مصدر للطاقة في العالم الدول الأعضاء روسيا الصين الهند البرازيل جنوب أفريقيا الأعضاء الجدد الإمارات السعودية مصر إيران إثيوبيا الأرجنتين لماذا ترغب الدول بالانضمام؟ أعربت أكثر من أربعون دولة في العالم عن اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة وثقاً لجنوب أفريقيا رئيسة قمة 2023 ويعد بريكس ثانية أكبر تجمع في العالم بعد منطقة اليورو وفي حال توسيعه سيضم دولاً عديدة وسيكون لها ثقل مهم جداً في عالم الطاقة وتنظر دول العالم إلى بريكس كبديل للهيئات العالمية التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية ويأهلون أن يساهم انضمامهم إلى المجموعة بفوائد بما في ذلك تمويل التنمية وزيادة التجارة والاستثمار ومع ختام فعالية قمة مجموعة بريكس أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيرين رامابوزا الاتفاق على دعوة انضمام دول السعودية وإيران والإمارات ومصر وأثيوبيا لمجموعة البريكس حيث من المقرر أن تبدأ عضوية الدول الجديدة التي ستنضم إلى البريكس اعتباراً من الأول من يناير 2024 أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدا باندور أن هناك طلبات رسمية قدمت من حوالي 23 دولة تطالب بالانضمام إلى بريكس مضيفة أن هناك عدد كبير من الطلبات الغير رسمية الأخرى حاولت الافصاح عن نيتها للحصول على عضوية مجموعة البريكس وأشارت خارجية جنوب أفريقيا في بيان رسمي يوم السابع من أغسطس إلى أن الدول التي طلبت الانضمام للبريكس رسمياً الكوائت والأرجنتين وفنزويلا وفلسطين والبحرين وبنجلاديشا وتايلند وكوبا وإثيوبيا وفيتنام وإيران وبوليفيا والمغرب ونيجيريا والجزائر والسعودية وكزاخستان وغندوراس والسنغال وإندونسيا وبيلاروسيا والإمارات وتشير تقارير تداولتها وسائل إعلام إلى أن انضمام السعودية إلى بريكس قد يرفع حجم اقتصاد المجموعة بأكثر من 1.1 تريليون دولار ترجمة نانسي قنقر